ايه اهم النصائح اللي دتيها للستات او للفرولات اللي عندك في الكتاب علشان يستفيدوا منها ويقدروا ان هم على قد ما يقدروا يكونوا على مشتوى جيد من الصحة النفسية والصحة الجسدية طيب انا يا اقدر الخص لك النصائح في جميع المرحل العمرية لعشر نصائح وقم واحد ان احنا ننام كويس بالليل جودة النوم اهم بكتير من عدد ساعات النوم اتنين ان احنا نحرص على الترطيب شرب المية واكل الخضروات دي حاجات مهمة جدا نسح الصبح ونتعرض لاشاعة الشمس عشان احنا بنكون اكتر وارضة من الرجال لنقص فيتامين دي وده بيسبب لنا الاكتئاب وتساقط الشعر ومشاكل كتيرة التغذية المتوازنة فيش حاجة اسمها انا مش هاكل حاجة انا هباكل كل حاجة بس بنتبق نظرية اسمها 80-20 ان انا باكل 80% من اكل صحي و20% ممكن ان انا الاخبط فيه مهم جدا ان انا اعمل توازن لهرموناتي والهرمونات السيدات كلها لازم ان انا اعمل لها توازن لان كل مرحلة عمرية دي هتلاقوها بقى في الكتاب كل مرحلة عمرية لها توازن في هرموناتها اكتر من مرحلة تانية الاهتمام بالاعشاب الطبيعية عشان العشاب الطبيعية بتساعد ان راحت جسمك وصحيتك تبقى حلوة وكمان بتدي احساس بالشابة على الوقت طويل يعني ده كده يعتبر ملخص لعمل الحاجات اشتركوا في القناة